بسم الله الرحمن الرحيم في أول أمر أريد أن أشكر قناة ميديان تيفي على دعوتنا إلى هذا البرنامج وأشكرها مرة ثانية لأنها سنت سنة حسنة لما استدعت سكان من مدينة سبت المحتلة ليدلوا بمشاكلهم في هذا البرنامج أنا أظن أن لأول مرة في تاريخ الإعلام المغربي كنشوفوا أن قناة مغربية تخصص برنامج لمدينة سبت المحتلة وهذا البادلة بادلة حسنة إحنا بطبيعة الحل في مدينة سبت كين مشاكل كثيرة والتي تكلموا لها الإخوان ما كرات شي نبدأ مثلا على سبيل المثال للحصر القضية ديال التعليم تعليم اللغة العربية في مدينة سبت نحن نحاول نميرانا وتكرارا طرحنا على السلطات الإسبانية أننا اللغة العربية مثلا تكون كلغة تانية فهل مثلا كيكون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية مع الإسبانية نحن نطرحنا لهم بما أننا تقريبا الأغلبية ديال السكان في المدينة طلبنا للسلطات الإسبانية أنها ترسمنا كاللغة تانية اللغة العربية بطبيعة الحال الإسبانيين من يسمعوا اللغة العربية ثاروا لأنهم كيعلموا علم اليقين أن اللغة العربية هي التي تجمع الأمة كتوحد كتوحد الأمة فلهذا هما كانوا كين نظروا لهذا المقترح ديالنا أنه مقترح الذي سيؤدي في المستقبل إلى التحام هذه الأمة المغربية داخل المدينتين وأنهم سيكونوا آدات في يد المغرب في يوم من الأيام فيما يكون شيء نهار المغرب يفكر في استرجاع المدينتين سيكونوا المغربة موحدة عبر اللغة العربية وغادي تكون المصير ديال السبتة هو تصفية الاستعمار هذا من ناحية من ناحية أخرى حنا المغربة ديال السبتة كما سولته قبل الأخت زينب على القضية ديال اسم العائلي لحظنا أن الاسم أكلها لماذا نضيعنا الاسم العائلة؟ لماذا نضيعنا نحن في الحقيقة هو مخطط استعماري مخطط استعماري؟ لماذا؟ لأن أملكة تشوف الاسم مثلا هنا داخل المغرب الجوار محمد الخطابي اسميه والكنياء؟ معروف بأن الخطابي من عاشيرة الخطابي أو من فخط الخطابي يعني جدرت يكون بينه معروف؟ نعم نحن في السبتة بمجرد ما شبرت المغرب الاستقلال في 56 السلطة الإسبانية حدفت الاسم العائلي المغربي ديال السكان ديال مدينة سبتة وخلت لهم الاسم الشخصي اسم الأب واسم الجد مثلا كتجبر تقريبا اختار من ألفين ديال المواطنين في سبتة نسميه محمد 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 ثلاثة محمد فين هو الاسم عائلي ما كيش اولا محمد مصطفى عبد القادر اولا زينب حمد محمد اولا محمد حمد علي سبيتو سميت بباو سميت اسماء التولاتية شنه هو المقصود بهذا الشيء شنه هي هذه الفلسفة هادي هذه الفلسفة هي كترمية على ان المغرب في ما اذا في السنوات المقبلة تقول المغربي ان في مدينة سبتكين مواطنين مغاربة اسباني الله ديقولون لهم هاهم اللي فيش تشوفوا قدي توجدوا بان محمد 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 ما عندوش اسم عائلي كيش تقولون ان انتوما هذا مغربي اذا ندي محاولة باش تقطعوه مع الجدر قطع الجدر هادي باش يبقى بدون نسب سبتاوي صافي فقط عندو الجنسية اسبانية صافي فقط انه كان تم مجموعة ديال المغاربة مع الاسف الشديد لدعاوا لفك الارطبات الديني ليش لان الاسبانيين بنفسهم يقولوا احنا ما غندخلوش صراع مع المغرب وما غندخلوش العلاقة المغربية الاسبانية حيث لا قلنا احنا هدفك الارطبات الديني المغرب بطبيعة الحال هادي يقول له اهدى لان هذه الارطبات الديني له قرون ولكن لعملناه عن طريق بعض الاشخاص اللي يقولوا هم مغربة غادي تظهر مسألة اخرى تظهر في حال الناس ديال السبتا مخصومش ديال الارطبات الديني يبقى قائم بين سكان المغاربة ديال السبتا ومنيدية وامارات المؤمنين المغربية نعم احنا في هذه الفترة هذي اللي وقع هاد هاد شهاده حاولنا بكل جهدنا بطبيعة حال بالمساعدة ديال ديال الفقهاء وديال اساتيدة ودبعض بعض الاشخاص اللي هما فيهم ديال الروح الوطنية اننا نوقفو ذك deja المخطط ولكن هاد المخطط هذا من لي وقفناه احنا في مدينة سبتا انتقل الى مدينة مليلية نعم انتقل الى مدينة مليلية بشكل اصعب من مدينة سبتا لان مدينة مليلية اصبحت مهددة خاصة في المجال الديني وفي الارطباط الديني بين المغرب وبين السكان ديال المدينتين نعم